السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا على يوم الأربعاء 17 تموز يوليو القمر اليوم موجود في برج العقرب لغاية الساعة وحدة واربع وعشرين دقيقة فجرا بتوقيت جرينج لا ينتقل القمر بعدها لبرج القوس ورح يظل موجود في برج القوس حتى تمام الساعة 8 و13 دقيقة من صباح يوم الجمعة القمر الآن موجود في منزلة الشولة وهي منزلة للظفر والتفريق والسلامة والربح والخراب والتسليط ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 9 و28 دقيقة من صباح اليوم الأربعاء لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة النعائم وهي منزلة للإصلاح والسرعة والتقريب والتفريق القمر طبعا بما أنه موجود في برج العقرب فمن الآن وحتى ساعة الفجر بظل في نوع من أنواع الحدية بالطباع أنه إحنا ما منعرف الحل الوسط دائما يا أبيض يا أسود ويهم نكره يهم نتقرب يهم نتواصل يهم نبعد يهم نقطع العلاقات وبيلعب الجنس دور مهم في حياتنا ولازم في هاي الفترة أن نتحكم في عواطفنا وتصرفاتنا بشكل جيد وخصوصا الأشخاص اللي بيعانوا من مشاكل أو ضغط عاطفي لأنه ممكن يعصبه عند أدفه الأمور بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين نبتون هاي الزاوية رح تكون الساعة وحدة وعشر دقائق فجرا بتوقيت جرينج طبعا بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدث وعليفا أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك كلفا والديكور والتجميل وهذا الوقت هو وقت مناسب للراحة بتزيد حساسيتنا ورومانسيتنا وبتمنحنا كفاءات للأعمال اللي تتعلق بالفنون أو المسرح أو الروحانيات بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار السلبي للقمر خلو المسار السلبي للقمر مدته مش طويلة تقريبا بحدود الـ 14 دقيقة بيبدأ الساعة وحدة وعشر دقائق فجرا بتوقيت جرينج وبينتهي الساعة وحدة وعشر دقيقة فجرا بتوقيت جرينج هذا بيعني أن الفترة المذكورة اللي مدتها تقريبا 14 دقيقة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة وحدة واربع وعشرين دقيقة فجرا بتوقيت جرينج خلاص القمر بانتقل بيستقر عنا في برج القوس تماما عشان هيك من ساعات الفجر وما بعد منشعر بالارتياح والسعادة والنشاط ومنلتقي بأناس أكثر سعادة نتعمق في شخصيتنا بفضل تفاؤلنا والطاقة العالية وبيتحول تفكيرنا لعالم الفلسفة والدراسات الدينية وبرضو بصير أنه قدرة على التحليل العميق في كل شيء من ميل أيضا للسفر والإجازات وممارسة الرياضة والخروج في النزهات ويمكن اقتراض المال أو تعلم لغة جديدة أو ممارسة هواية أو تجربة حضنة أو التخطيط لرحلة أو الاتصال بشخص خارج البلاد وتعتبر هاي الفترة ممتازة للأعمال التجارية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين بلوتو أي زاوية راح تكون الساعة 3.19 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ونتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة اللي بتمنحنا حكم صائب وأيضا هاي الفترة بتمنحنا حكم صائب ومواهب روحانية وبتدفعنا للإبداع أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين الزهرة هاي الزاوية راح تكون الساعة 3.7 دقائق عصرا بتوقيت جرينيج بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبتعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميل والديكور فبيتحسن عطاهم وإبداعهم وبتزيد من خيالنا وحبنا ومودتنا وتفاؤلنا وبتسمح لنا أنه نعيش أوقات ممتعة جدا أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين المشتري هاي الزاوية راح تكون الساعة 11.20 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج يجب توخي الحذر ممن يحاول استغلال طيبتنا وكرمنا وبتجعلنا نرى المشاريع بحجم أكبر من حقيقتها وبنثق في وعود غير واضحة أو ممكننا نقبل باقتراحات غير منطقية لازم نكون متيقظين في نفقاتنا ونتجنب الإفراط في الأكل اللي ممكن يعرضنا لعسر الهضم والتخمية بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عملية جراحية كبرى لإلها إلا إذا كانت اضطرارية منه الآن وحتى ساعات الصباح عنا الأعضاء التناسلية المستقيم الشرج الإحليل الغدد التناسلية المبايد لبروستاتا عظم العانى والجينات أما من ساعات الفجر وما بعد بصرعنا الكبد والعجز عظم الفخد عظم آخر العمود الفقري وعضلات الورك ومفصل الورك والفقرات القطنية والعضلات القطنية هذه الأعضاء هي اللي بتصير أكثر حساسية خلال هذا اليوم بالنسبة للعمليات الجراحية زي ما حكينا العمليات الجراحية إذا كانت اضطرارية ما في أي مشكلة ولكن الأعضاء اللي ذكرناها وخصوصا من ساعات الفجر هي هاي الأكثر حساسية وما لازم نعمل عمليات جراحية إلا إذا اضطرارية باقي الأعضاء ما في أي مشاكل أيضا هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنة ويصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه رح ينتقل ويستقر في برج القوس خلو المسار القادم بيكون يوم الجمعة بيبدأ ساعة سبعة وثمانية وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش وبينتهي الساعة ثمانية وثلاثة عشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المحدد عمر اثناثر يوم الساعة وحدة وعشرين دقيقة بعد الظهر بيصير نبدأ باليوم الثلاثة نسبة الإضاءة خمسة وثمانين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في السرطان حتى يوم اثنان وعشرين سبعة سعيد اليوم بنسبة مية في المية القمر في العقرب ورح ينتقل القوس ويعني طيلة اليوم رح يكون موجود بالقوس ورح يضل بالقوس ليوم تسعتاش سبعة سعيد الآن بنسبة خمستاش في المية ساعة الفجر منتحس بنسبة عشر في المية ساعة العصر سعيد بنسبة خمستاش في المية أما في ساعة المساء منتحس بنسبة عشر في المية عطارد في الأسد حتى يوم خمسة وعشرين سبعة منتحس بنسبة عشر في المية الزهرة في الأسد حتى يوم خمسة ثمانية سعيد بنسبة ستين في المية المريخ في الثور حتى يوم 20 سبعة منتحس بنسبة 30% المشتري في الجوزاء حتى يوم 19 منتحس بنسبة 10% وزحل في الحوت بيتراجح حتى يوم 15-11 منتحس بنسبة 10% وأورانوس في الثور حتى يوم 1-9 سعيد بنسبة 30% نبتن في الحوت بيتراجح حتى يوم 17 منتحس بنسبة 10% وبلوتو في الدلو بيتراجح حتى يوم 2-9 منتحس بنسبة 10% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعاً بظل إحنا بدنا نعتبر أنه انتقل لأنه لغاية ساعات الفجر بظل التركيز على الأمور المالية المشتركة وبظل في فرصة لترتيب وضع مالي مشترك ولكن أغلب اليوم بما أن القمر رح ينتقل للقوس فبتنشطوا اليوم في مجال الدراسة والسفر والاتصالات البعيدة لا سيمة البعيدة والتعامل مع الأجانب وبتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحباكم معكم ممكن تذهب في رحلة أو تروج لعمل أو تحصل على معلومات ما كنت تتوقعها وبيكون في نوع من أنواع النجاح والحظ في حياتك العاطفية والعائلية برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا لغاية ساعات الفجر بظل القمر موجود مقابلك تماما تركيز رح يظل على موضوع الشراكة المالية والعاطفية من حوار ونقاش وجدال حاول أنك تبعد عن المشاكل قدر الإمكان أما من ساعات الفجر وما بعد بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة بتصير متاحة لمكسب مالي بيجي يعني من بنك ضريبة تامين أو أشياء من هذه الأمور بتحلوها أهم شيء أنه تخففوا من النفقات المتصاعدة وصاروا لتهدئة الأجواء هذه فترة مناسبة للإطلاع على أراء الغير ممكن تتلقى مساعدة أو تعاطف عليك أنك تتحلى بالليون والتفكير الموضوعي برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا بظل القمر الآن باتجاه مقابلتك فحاول أنك تركز على عملك لغاية ساعة الفجر إنجز ما بوسعك من عمل متراكم دون المبالغة في ذلك وأيضا بدك تنتبه لغذاءك وراحتك وصحتك أما من ساعات الفجر وما بعد بصير القمر مقابلك تماما يعني فترة مناسبة لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة ولكنها بتظلها فترة سلبية وضغطة وما بينفعك سوى الصبر والمرونة ممكن تتعرض لبعض المضايقات أو خلافات عليك أنك تكون حكيم وصبور وتبعد عن المشاكل برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا بيظل رغبتكم قوية للتقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم وما بيتخلى الحظ العاطفي المالي الفكري النفسي عنكم لغاية ساعات الفجر ولكن من ساعات الفجر وما بعد أنجزوا ما بغسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك وانتبهوا لغذاءكم وراحتكم وكونوا منظمين وأحسنوا إدارة أعمالكم وحذروا من الجدال مع المعاونين وما تهملوا صحتكم وما تأجلوا ولا تماطلوا أعمالكم حتى لو اضطررتوا للعمل لساعات إضافية برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا من الآن وحتى ساعات الفجر بيظل التركيز على الأمور التي تتعلق بالشأن الداخلي بيتك وعائلتك وبوسعك إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبتجدوا نوع من أنواع التعاون مع أفراد العائلة ولكن ممكن يكون فيه قلق حول وضع عائلي أو منزلي أو ممكن تظهر بعض المشاكل الشخصية أما من ساعات الصباح أو من ساعات الفجر وما بعد ابتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم وما بيتخلى الحظ المالي والفكري والنفسي والعاطفي عنكم ابتنفرج أساريرك وبتعيش لحظات سعيدة نسبيا فترة إيجابية ومناسبة لطرح الأفكار والارتباط أهم مش أنك ما تهمل الواجبات اتجاه العائلة والأحبة وحاول أنك تصحيح الأخطاء بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا بيظل في نشاط وحركة بالتنقلات بالاتصالات بالمراسلات وبتظلها فترة جيدة لغاية ساعات الفجر للأشخاص اللي عندهم امتحان أو مقابلة وبإمكانك تعزيز العلاقة مع أخ أو جار ولكن من ساعات الفجر وما بعد بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة وممكن أنك تقلق حول وضع عائلي أو منزلي أو ممكن تظهر بعض المشاكل الشخصية لا تتهرب من المسؤولية اتجاه العائلة لأجواء عدائية ومتوترة وحاول أنك تراعي وضعك الصحي برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا من الآن وحتى ساعات الفجر بظل في فرصة لمكسب مالي هذا المكسب عادة بيجي من عمل إضافي أو مستردات هبات دعم ولكن بتكونوا حذرين أيضا من النفقات وتمتنوا عن المشتريات الغير ضرورية من ساعات الفجر وما بعد هنا بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات وبصير هذا اليوم يوم مناسب لإجتياز امتحان وبإمكانك تعزيز العلاقة مع أخ أو جار وبتدعمك الحظوظ وبتكون جري في التعبير عن رأيك وبتتمتع بسرعة بديهة وخاطر وبتلفت النظر إلا أجواء لطيفة وممكن تحمل لك لقاء عاطفي أو مصالحة أو ورشة عمل لتأهيل قدراتك برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا من الآن وحتى ساعات الفجر ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وبإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة يدعم من مكانتكم الاجتماعية أما من ساعات الفجر وما بعد بصير في فرصة لمكسب مالي هذا المكسب بيجي من عمل إضافي أو معهيك بتكون حذرين في النفقات امتنعوا خلال هذا اليوم عن المشتريات الغير ضرورية ممكن تهتموا بتوظيف الأموال أو ولكن بتكونوا أيضا عاقلين في صرف الأموال ممكن تهتموا لمناقش الدعم مالي أو قرض أو تفكروا في بعض الاستثمارات والتوظيفات فترة إيجابية ممكن تحقق من خلالها ربح برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس يجب الانتباه بشكل جيد لصحتكم خلال هاي الساعات لغاية ساعة الفجر لأن القمر ما زال موجود في بيت متاعبكم حاولوا أنكم تنجزوا ما بوسعكم من عمل عاجل بشكل روتيني يعني إنجز أعمالك وما تتخذ قرارات حاسمة أما من ساعات الفجر وما بعد ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وبإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة داعم من مكانتكم الاجتماعية بيحملك هذا اليوم انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود وعليك التحلي بالحكمة وواقعية في حل الأمور بتشتد عزيمتك وبترتفع المعنويات وبسيطر عليك شوية هيك نوع من أنواع النشاط والعاطف الجياشة وبتستعيد سيطرتك وبتحقق نجاح باهر برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا بوسعكم تعزيز شراكاتكم وصداقاتكم أو علاقاتكم من الآن وحتى ساعات الفجر ومنكم أشخاص ممكن يحقق أمني بمساعدة صديق ومنكم أشخاص ممكن يشارك في مناسبة سعيدة ولكن من ساعات الفجر وما بعد القمر بوصل لبيت المتاعب فيجب الانتباه بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم تهدأ وطيرتك لحد الركود تلغي مشاريعك أو ممكن أنك تعاني من تراجع معنوي أو صحي أم مش أنك ما تحسم أمر لأنها فترة سلبية ومخيبة بالآمال وممكن تندم على أي خطوة بتقوم فيها برج الدلو بالنسبة لما وليد برج الدلو طبعا من الآن وحتى ساعات الفجر بيظل فترة مناسبة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم وبإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة أهم شيء إنك تهدئ من روعك وما تنفعل أما من ساعات الفجر وما بعد بوسعكم تعزيز صداقاتكم ومنكم أشخاص ممكن يحقق أمني بمساعدة صديق أو معرفة أو علاقة اجتماعية ومنكم أشخاص ممكن يشارك في مناسبة سعيدة وبتتسع الآفاق وبتحتفل بنجاح أو تطور علاقة وممكن تعزز شعبيتك وتحصد أرباح وتفرح لوقوف أحد الأصدقاء أو الأقارب لجانبك وبتخف الضغوط وبيطمئن بالك برج الحوت بالنسبة لما وليد برج الحوت طبعاً بيظل فيه نشاط بالاتصالات والحوارات مع أجانب أو أشخاص خارج البلاد أو ممكن تهتم بالدراسة أو بحث عن مسألة متقدمة علمية دينية فلسفية لغاية ساعة الفجر تقريباً أما من ساعة الفجر وما بعد بصير هذا اليوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم وبإمكانك وتحافظوا على إنجازاتكم القائمة في مجال عملكم أو في علاقاتكم هدئ من روعك وما تنفعل واتجنب مخالفة القوانين وإحرص على استقرارك ما تشوه سمعتك بتصرفاتك واتجنب الخلافات والمجازفات الشائكة وإحرص على لجمها إذا شعرت ببدايتها هيك من كون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة